التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سيد الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل بحضور السيد نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا دويتشبان والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك والسيد اللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض التعاون بين وزارة النقل وشركة سكك حديد ألمانيا دويتشبان لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع وقد استعرض الفريق كامل الوزير بهود الوزارة بهدف بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بخطوطه الثلاث والبالغ طولها ألفين كيلو متر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في شركة السويدي إلكتريك من جانبه عبر رئيس الشركة الألمانية دويتشبان عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس متطلعا للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه في مصر بخطوطه الثلاث موضحا أن الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين مشيدا بحجم الإنجازات التنوية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة السيد الرئيس وقد أكد السيد الرئيس على التقدير المصري للخبرة الألمانية في مجال النظم الإدارة والتشغيل والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة حيث وجه سيادته بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركة الألمانية كما وجه سيادته بالتركيز على الجانب التأهيلي للكوادر البشرية الفنية وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الانتاج وذلك بهدف صياغة وسقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية وأوضح المتحدث الرسمي أن الشركة الألمانية دويتشبان تعد الأكبر في مجال شركات إدارة وتشغيل خطوط القطارات في أوروبا ومن ضمن الشركات الكبرى المماثلة على مستوى العالم وإتباعها أكثر من 500 شركة فرعية في مجالات السكك الحديدية ونقل البضائع وإدارة البنية التحتية ذات الصلة بالقطارات الكهربائية